موسيقى زي ما حضراتكم عارفين النهارده الأهلي حيستقنف مشواره في الدوري بمواجهة البنك الأهلي وزي ما قلنا قبل كده مش هايزين خلاص نخسر أي نقطة عشان نكمل المشوار لعودة اللقب مرة أخرى لمكانه الطبيعي حنتكلم عن الرؤية الفنية أكيد واللقاء والاستعدادات للفترة اللي جاية مع يعني صديقنا العزيز كابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق بونجور قوي صباح الفل صباح الجميل صباح الفل كابتن حجيش بتنور الدنيا كلها ولو قلني بحس ان انت يعني كابتن بتسحى بالعافية باين والله والله انه النهارده كده بره يعني بصي وجاي من آخر الدنيا الصبح تجمع علي المطر ياه نفس المشوار انت تجمع برده حرام طبعا هايزين اتكلم اخذك في حاجات كتير تعال نبتديها بدقاء النهارده وزي ما تقول كده ما معناه مش طلبة بفجاءات غير طرة ولا نزيف في النقاط تمام تعتقد حيكون فيه في اللقاء النهارده وخصوصا البنك الاهلي برضو فريق مش 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 قليل وعموما الفرق على اختلاف مستوياتها كلها بتيجي في مطشاط النادي الاهلي وبتتوحش فتعتقد اللقاء النهارده حيثمر عن اين شاء الله بص هو طبعا يعني يعني لازم بعرفين ان الشهر ده هو شهر التحديات بالنسبة للنادي الاهلي فيه تحديات كتيرة جدا جدا على رأسها طبعا وهو الحدث الاهم طبعا هو النهائي الافريقي طبعا والحوالين النهائي الافريقي من المشاكل والحاجات طبعا اللي حصلة والظلم البين طبعا على النادي الاهلي من خلال الاتحاد الافريقي طبعا يعني ده طبعا هو ده اللي غالب على الصورة انا عازر طبعا اللعيبة والجهاز الفني لان ما حد احنا يعني المقولة بتاعتنا دايما بتاعت النادي الاهلي ان احنا بنفصل البطولات عن بعضها انما محدش يقنعني ان الجهاز واللعيبة مش متأثرين يا البطولات هي اللي مش بتتفصل عن بعضها يعني مش بتفصلنا عن بعضها يعني ده ايه ده ايه الجدول ده بجد تلاحم غير عادي بين المسابقات منين يود على فينك تلاشيش والله العملية صعبة جدا كله ده كل في بعضه فالله يكون فعون للعيبة والجهاز لان اكيد متأثرين بالحدث الاهم هو النهائي الافريقي زي بقولك كمان المشاكل اللي حوالين النهائي المرة دي بالتحديد هي اللي مدية الحساسية ده اللقاء اه وحظهم انه هم داخلين على اربع لقاءات في البطولة المحلية اللي غايبة السنة اللي فاتت فطبعا يهمنا ان شاء الله طبعا ان احنا نحرزها السنة دي اه مطشقات مضغوطة اه خايفين اللعيبة خايفة طبعا من اهم حاجة هي الاصابات لان مفيش حد اللي قدر له يصاب يلحق موضوع صعب جدا طبعا اه قريدي النهاردة فيه غيابات في المباراة بتاعتنا حوالي تلاتة اربع لعيبة من اللعيبة اللي هي مين يا كابتن حشير اه ديانج هاي النهاردة طبعا هيبقى مش موجود فيه حمد فتحي برضو والاثنين من الاثنين الاساسيين السلية راجع طبعا من اصابة فهو الله يكون فعون المدرب وفي الاخر تلاقي بعض الاقلام بقى والناس اللي بتتكلموا لك النادي الاهلي والاداء ومسلماني واصل الفرص واصل كذا الموضوع صعب يا جماعة جدا جدا الراجل يحافظ على مستوى الاداء ومستوى اداء اللعيبة وحافظ على النتائج وحافظ على الفرق النقاط اللي بينه بين اقرب منافس وبيبص الافريقيا موضوع صعب جدا جدا وزي ما احنا قلنا المسائل قريبة من بعضها فيعني صعب على الراجل المطلوب من الدنيا كلها في التوقيت اللي احنا فيه هو التدعيم دعم الجهاز الفني ودعم اللعيبة بشكل كبير جدا لغاية ما يعدي بس على الأقل المرحلة اللي هي يعني احنا خدها حتى مراحل مطشاط اللي هي المؤجلة دي بتاعة البطولة المحلية مع ان شاء الله النهائي اعتقد اللعيبة على قد المسئولية زي بقولك الاحداث اللي حصلة اخيرة دي بتستنفر الهمم بتزود الاحساس عند الجهاز واللعيبة ان فيه تصميم وارادة ان هم يخوضوا في المباراة اللي هي المحلية ويحافظوا على الفارق وخصوصا بعد اخفاق المنافس التقليدي امبارح في مباراته مع الجيش النهاردة مباراة همه جدا مع البنك الاهلي فرقة كويسة ترتبها معقول في بطولة الدوري بتعمل زي ما قلنا قدام الفرقة الكبيرة ماتشات كويسة معهم مدرب كويس عايزين يستغلوا برضو الضغط العصبي اللي على النادي الاهلي في دخوله في المباراتين وهو طبعا دلوقتي الممثل الوحيد لمصر في البطولات الافريقية فعايزين برضو يعملوا ماتش قوي يعملوا نتيجة على النادي الاهلي واستغلوا الفرص اللي جات لهم وده يعني عادة زي ما انت قلت يا كريم الفرق كلها بتبقى يبقى ترتيبه متأخر ولا مستوى ومش تمام وفجأة قدام النادي الاهلي الدنيا تحمر جدا فإن شاء الله النهاردة اللعيبة احنا مش يعني بصراحة مش طالبين من النهاردة اللعيبة انها تنزل تأدي أداء ما حصلش انما تحافظ على توازن الفرقة والشكل العام بتاعها وإن شاء الله بإذن الله النتيجة اللي تديك بقى أفضلية خلال فترة دي مكسبك النهاردة بيبعد المنافسين عنك وبيأكد جدرتك بالصدارة دايما بعد أي اخفاق للمنافس بيبقى بيتمنى وبيستنى ان هو الفرقة التانية اللي بتنفسه برضو يعزيه عشان تفضل عملية سجالة يعني إنما مكسبك النهاردة بيديك دفعة وبيخلي النهارة التانية خلاص في إحباط يعني خصوصا بعد ما نشمبارح طبعا أكيد طيب هل كابتن خالد جلال طبعا مزير الفاني البنك الأهلي ممكن نتكلم أن هو حيبدأ بشكل دفاعي من الدقائق الأولى أو في هذا اللقائق في العموم ولا بتشوف لا بصي الفرق دلوقتي اللي بتلاعب الفرق الكبيرة وخصوصا النادي الأهلي بطل إفريقيا لازم طبعا عارف عنده النادي الأهلي عنده حلول كتيرة عنده لعيبة عندها مهارات وعندها حلول ومالمتوقع أن الأهلي حيهاجم يعني دي متوقعة جدا طبيعي المفروض إن شاء الله النادي الأهلي في كل مباراته لازم يضغط وهاجم على الفرق اللي جايله من البداية وضغط طبعا عالي بالتالي الفرق التانية بتيجي بتأمن طبعا الناحية الدفاعية ونص ملعبها بيحاول ياخد تأمين الدفاع وسيب للنادي الأهلي اللي استحواز وبيقفل مناطق المدفعين عنده عشان النادي الأهلي إذا بقلنا عنده سرعات فمش هيدي له مساحات تصلح لسرعات النادي الأهلي لازم يقفل عليهم من حتة دي كذلك بعض اللعيبة مثلا زي أفشا اللي ممكن النهاردة يكون له دور من البداية إنه برضه رجل يعني يلعيب عنده مهارات وعنده الفرنول وعنده كلام أفشا اسم برضه أحمد عبدالقادر نفس القصة فالمداربين لازم يبقى فيه زي ما بنقول دفاع منطقة أكثر منه منتومان لازم يبقى فيه دفاع منطقة عشان الكرات الصغيرة بقاش فيه مساحات يقدر النادي الأهلي يخد منها وأعتقد إنه هيلعب على برضو الهجمات المرتدة حاله زي حال فرق كتيرة جدا بتلعب طبعا النادي الأهلي طيب دلوقتي يعني من الطبيعي إن أي لعيب في الدنيا يعني نبقاش مستوى ثابت لفترات طويل قوي يعني وارد جدا إن حد يبقى متقلخ لفترة أو فيه فترة تانية تحسوا كده إيه آلل بطبيعة الحال الكلام ده بيحصل برضو مع بعض لعيبة النادي الأهلي وساعات بتحس إن الفروقات كبيرة قوي يعني كنت بتقول إنه من ضمن اللي حيكونوا غايبين في اللقاء النهاردة إن شاء الله أليو ديونج أليو ديونج تحسوا يعني فيه أيام بينزل عنده استعداد يأكل النجيل باللعيب اللي عن النجيل وفيه أيام تانية تحس إن اسمه حتى مش بيتقال كتير لا بس تيوليه قوي مرات ديونج لند ديونج سعب يحصل ترسي طو شخصية اللي حصلت معها قبل كده يعني حتة التزبذب وردة لكن لما يكون الفرق كبير قوي بين المستويين ده بيكون نتيجة إيه هو عملية المستوى بترجع لعامل كتير قوي في علم التدريب إن الوضع الطبيعي إن ما بقاش كير في اللعيب على طول طلع لفوق أو ما ينفعش يبقى طلع وسابت لا هو بيطلع شوية وينزل شوية ويطلع تاني ده الطبيعي حتى لو من غير إجهاد من غير إصابات فما بالك بقى لعبة النادي الأهلي عندهم الحاجات معك إجهاد معك إصابات معك دغوطات يعني ربنا كريمهم في الموضوع ده عندهم إجهاد بشكل غير عادي استمرارهم الحمد لله وإحنا راضيين ومبسوطين بموضوع الإجهاد بأنه هو بس الأهلي يفضل موجود دايما في كل البطولات ففي إجهاد غير فيه إصابات غير بعض اللعيبة ما عندهاش الفرصة إن هي تاخد مباريات اللي هي بتعلي المستوى يعني زي مثلا بيرستاو قعد فترة أول ما جاء كان كويس وبعدين جاءت لأصابة الكيرف نزل فقعد شوية وما كانش قادر يرجع لمستوى عشان ما كانش بياخد كتير ينزل مثلا ربع ساعة تلت ساعة بيتجهز أول ما ابتدى لو تلاحظ مطشين ثلاثة واربعض الحمد لله آخر مباراة رجع الناس بقت تقول بيرستاو لا يعتمد عليه بقى الفترة اللي جاية سواء في إحراز الأهداف أو في كمان مستوى التحركات وعندك طاهر محمد طهر وعندك محمد الشريف يعني عاد مرة أخرى للتقلق بتاعه حال بقى الكلام ده برضو ديانجي نفس القصة ديانجي وجوده في الملعب يمكن من أكثر اللعيبة اللي اشتركت مع النادي الأهلي خلال فترات اللي فاتت البوزيشن بتاعه كونو ديفندر كمان من أكثر كريم الأباكن في الملعب اللي بتجري وتفزي المجهود يعني غير مثلا المساك غير الراجل التاني اللي تحت المهاجمين الديفندر ده يعني زي ما قولوا كده يعني كساحة ملعب سواء ناحية المين ناحية الشمال الكور المرتدة السرعات الحاجات دي ومطالب في بعض الأحيان كمان انه يكمل في الناحية الهجومية ويقوم بالتصويب وكده فهو الحقيقة بيعمل القصة دي كلها بشكل كبير جدا جدا لازم تيجي عليه فترات انه يبقى مش قادر يعني بعض الأحيان الجمهور بيعتب مع النادي الأهلي أصل مستوى قليل شوية المستوى جماعة قليل شوية لأن اللعيبة عندها إجهاد فالمخ لما بيرسل إشارات للرجل عشان تقدر تعمل حاجة المعاندة مش قادر ريلي مش قادر تنفذها الإشارة كان على عيني على عيني نفذ مش قادر والله أنا عارفها بس مش قادر أقول ماذا بتقول للمخ مش قادر ارحموني طبعا معه بقى كمان خلي بالك يعني إجهاد إجهاد وإنت إديك في الماء البرد زي ما بقوله لا ده إجهاد وإنت عليك ضغط عصبي لتلعب ماتش حساس جدا في الدوري مطالب إن انت زين لسه ما احنا منقول تقسرش بنت عشان تكمل إفريقيا إذا كان في دوري المجموعات ولا خروج المغلوب الغلطة بفورة فإنت عليك ضغوط على طول الضغط العصبي ده حتى وإنت مش مجهد هيتعبك طبعا فزي ما نقول هو ده اللي عامل اقتلاب في مستوى أداء طبعا اللي عابتشوفنا محمد شريف محمد شريف بقى نوعية أخرى ليه محمد شريف يمكن كمان زاد على الكلام اللي أنا قلت ده كله تأثره بالقصص اللي كانت حصلت له في المنتخب بس رجع رجع مرة تانية بصراحة ومتقلق وقتها كان مضغوط لما تحس أنت هتداف البطولة المحلية مفروض رجلك تبقى في الملعف ومتخب البلد تحس أن الرجل تعرض يعني مش محد خالص مش في دماغه خالص ببضغط غزبا عنه لازم يتأثر وهو العيد صغير كمان لا لا إحنا يا بشر الحشيش يعني اللاعب برضو فلاور فاخر ما هو إنسان زينا إحنا كلنا بنتأثر بالضغوطات أي حد بيضغط علينا بيحطينا تحت بيبقى ردود أفعالنا مختلفة تبقى نفسيتنا مختلفة وكان من الجميل كمان نفيتسو موسماني الحقيقة واخد باله من كل النوعيات دي من أمور وكلنا شفنا اللقطة الأولى اللي رجع من خلالها محمد شريف مرة تانية للنادي الأهلي بعد عودته من المتخب طريقة استقبال وليه فيها دعم صريح أفكرك اللي كانت المقابلة الأولى في مطشرة كاس عالم الأندية ما راح على هناك وقابله وقعد معاه على وجه الخصوص يتكلم لأن التعامل النفسي ده بيفرق جدا جدا مع اللعيبة وخصوصا بقى اللعيبة اللي هو الشرقي يمكن بره ما فيش كلام منت هم عندهم ثبات فعالي عندهم يعني زال مكان شوية مش زين المشاعر بتأثر فيهم عشان كده المدربين اللي على تاريخ مصر دربوا سواء أندياء أو منتخبات اللي بيجيد فيهم التعامل النفسي مع اللعيبة بيبقى متفوق لأن التدريب علم التدريب هو واحد مع أن منوال خوسية كابتن حشيش ما كانش عنده حتى يعني منوال كان جامد جدا جامد بس في نفس الوقت بعارف بيعمل اللعيبة ازاي يعني هو يعني هو نجح ليه هو قدر يعني ينجح في المعادلة أنه هو قوي جدا واللعيبة بتخاف منه شخصيته قوي جدا وفي نفس الوقت بيحبه قوي وهو ده النجاح ما يبقاش أنت واخد حتة الطبطبة والعاطفة لأن في بعض النوعيات ماينفعش معنا والسلوك البشري لازم يتضغط عليه ولازم يحس أنك جامد عشان أنت تقدر بزر اللعيبة اللي كانوا معا يعني ومشيتهم مختلفة شوية وكمان الملابسات اللي حواليهم كانت مختلفة كتير يعني لو عملنا مثلا فلاش باك للفترة حدك شخصيا كنت تلعب فيها ومتقلق فيها مع النادي الأهلي في الزمن ده أكيد كان فيه ضغوطات بس الضغوطات اللي هي المنطقية اللي تتماشى مع حجم التحدي اللي أنتو داخلين بالزرعة لكن دلوقتي بس بند السوشيال ميديا نتج عنه ضغوطات وبتوصل لللعيبة كفيرة بأن هي تهد الجبل الفترة بتاعتنا كريم مختلفة بص في كل حاجة أهمها إيه أن أنت مكنش فيه فلوس يعني مكنش فيه عقود أن أنت عقدي هينته مع النادي الأهلي المسم ده في أخروف أنا هيجددولي ولا أنا هجدد ولا عايز كام ولا بص وما تعرفش مرتبك كام ولا أي حاجة ولا عقدة حاجة وكلها فئة واحدة طبعا مرتب كده واعتبر بدل انتقال بس يعني يعني فيش مقابل في السنة والحاجة هو مرتب ثابت من أول الكابت الخطيب لأهلا والبطولات اللي بتاخدوها طيب بيبقى فيه ليحة بقى مكافئة فوز من البطولة بطولة الدوري كذا زي الموظفين كده ده الوضع يعني انتفاهم ازاي طبعا وقتها كانوا كويسين بس طبعا لو هنقارن بين الفلوس دلوقتي والفلوس طبعا لا لا فيش مقارنة تماما طيب كابتن حشيش قدامنا ست دقائق بالعادة كده يعني عايز نروح أنا كده ضيعة طب جاوب من غير ما أسأل عايزين نروح لأفريقيا وحنسيبك بقى هذا الملف يعني تكلم فيه براحتك بس خلاص مش عايزين نتكلم في حتة الكعف وكده قتلت بحثا والأهلي عامل الإجراءات الصح صحيح الوداد مشوار الوداد والأهلي في أفريقيا وتقييمك لده ولده طبعا ما احترمنا برضو الوداد فريق كبير جدا بس خلينا نسمع منك بصي المباراة طبعا يعني صعبة أين كان المنافس فهي نهائي بطولة هي أكبر بطولة في القارة فليها أهمية كبيرة بتلعب فرقة الخطورة بتاعتها أول حاجة على أرضها تاني حاجة صاحبة تاريخ برضو واخد البطولة أكثر من مرة الشحن اللي حاصل والكلام ده كله أنا أعتقد إن شاء الله هيبقى في صالح النادي القلي حال لأن اللعيب أو أي بنا آدم في الدنيا إما بيحس بالظلم أحساسه بيبقى بيبقى صعب قوي صح أحساس الظلم وحش جدا عايز يخرج الكلام ده كله صف أنت بتظلمني ليه عشان أنا ناجح وكويس وبطل عايز توقفني فدي أنا أعتقد وإن شاء الله يا رب يطلع كلامي صح إنها تبقى في صالح النادي الأهلي وصالح لعبة النادي الأهلي إنه بص يا جماعة وكنكابت الخطيب بمركز على الحتة دي كل التحديات اللي موجودة قدامكو من أول كاس عالم للأنديا واللعبة المنتخب اللي اتحرمنا منها نتيجة لمواعيد البطولة الإفريقية واللعبة ما جاتش معانا يعني بصي كان كلنا وإحنا رحيب نقول إيه يا رب ربنا بس يسطر ما تحصلش حاجة جامدة تأثر علينا وكنا خايفين وقلنا هنلعب ماتشين ونرجع ولا ماتش ونرجع الحمد لله عملنا قدينا مع فرق قوية جدا كاملة العدد بكل نجومها عملنا مباراة قوية جدا جدا وصلنا لتالت وكان ممكن نوصل لأبعد من كده وإحنا بالتحدي ده وبالظروف دي المرة دي برضو نفس القصة تكملة في ظلم بتلعب أولا يعني أنا عايز أقول حاجة هو شعار للتحدي الدولي الفرب ليه ده الشعار اللي هارين بيه بس وكل حتة الفرب لي فين الفرب لي في الموضوع دو فلازم نادل أهلي يركز على الجزئية دي لما طبعا يروح المحكمة الرياضية والقصة هو أفضل ليه ليه الصفة البشرية السيئة يعني تكون موجودة في كيان في اتحاد يعني حالك بوسط كلمك بتقول إيه عشان أنا ناجح فعايز توقفني من مصلحة مين وليه يعني ده ممكن يبقى طابع في المنافسة الغير شريفة بين شخصين بين اتنين لعيبة بين اتنين أيا كان وضعه هو مش بين كيان زي الاتحاد الافريقي وبين نادي فيه أشخاص جوه الاتحاد الافريقي بنتموا لحتة معينة عايزين يفضلوا جهة على جهة ومستغلين إن ممكن الناس اللي بتدير الاتحاد الافريقي دلوقتي ما عندهاش خبرة الرجل صح الرئيس الاتحاد الافريقي ده رجل رئيس إدارة آه أسلوبها واحد بس دي إدارة فنية وفيها فنيات كثيرة جدا لكرة القدم وبطولات متدخلة في بعضها لازم تكون ناس فهمة طب لما يكون فيه عوار في قرارات اتحاد ما اتحاد إقليمي أو قاري طب الاتحاد الدولي وضع المفروض عشان كده احنا عايزين نوصل صوتنا للاتحاد دول الاتحاد دولي ممكن يكون مشغول بحاجات تانية بس مش عارف تاريخ الموضوع ده وتفاصيل ترجع بالتاريخ ل2005 و2006 و2007 ونفس السيناريو بيكار ممكن الاتحاد الافريقي ما لازم إيه احنا مش عايزين نفضل نتكلم وإحنا عادين هنا والناس مستمعان برا كعادتنا بس وضع عشان حاجة طبعا عشان كده مهم لأن ممكن الاتحاد الدولي وصل له إن احنا قلنا وعرضنا عليهم وهم اللي اتأخر وهم اللي مكنوش عايزين ونعمل يعني هيدخلك في جزئية تانية خالص فأنت لما جيب له التاريخ وجيب له بقى دي مش أول سابقة دي فيه ثوابق قبل كده مش فيه مكتبات وفيه مرسلات وفيه قوانين ملزمة يعني ليه نضطر لنقعد قاعدة عرب عشان نفهم الاتحاد الدولي اللي أنا عايز أقول له الكريم برضو ممكن محدش تكلم عليه إن احنا بعد إن شاء الله الأزمة دي ربنا يطلعنا منها على خير والتحدي يبقى قوي وإن شاء الله نحرز البطولة زي لازم يتحاسب برضو يعني أنت فهم إزاي حد يتأخر حد ما ردش على حاجة حد يعني عشان ما تتسبش ما تبقاش إيه نقول مثلا إن شاء الله يعني النادي الأهلي خاد البطولة فخلاص بقى يا جماعة نفرحانين نفتح في المش عارف إيه بتاع لا يا جماعة ما عشان بعد كده عشان اللي جاي لأن نتخلي بالك هتأول مرة يعني هتبقى فيه حاجات تانية فلازم برضو إحنا قبل ما ندوس في الحتة دي هناك لازم برضو عندنا نبقى على مستوى برضو الأحداث كلها يعني والله كنت تنحجيش الوقت بيجري والمؤطم والغاية زايد وقل ده عشان نعد ودورتنا وقش عزي لبقودة كالعاد وإن شاء الله خير نأمل المحمد إذن الله الواحد إحنا حتى كجمهير كإعلام نركز جدا في المباراة ده اللي همينا دلوقتي تتعدي إن شاء الله هتبدأ من المكسب بيجيب مكسب والمعنوات بترتفع بالمكسب النهاردة مهم جدا 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 بالزبط يا مشاهل نورتنا يا مسيو والله نشوفك على خير إن شاء الله هنروح فصل وبعد كده هنرجع للفقرة الأخيرة وسؤال السوشيال ميديا ما تجاوب لنا بالمناسبة بس هنقول لك الإجابة أنا مش عارف سواء بس الناس خلاص مش عارف سواء نقول كم مرة فاز الأهلي بنتيجة 6 أهداف مختلف البطولات شوف بقى صعبة ولي شوف بقى كم مرة فاز بنتيجة 6 أهداف أفريقيا دوري كاس بنتيجة 6 أيا كان المنافس منه أيا كان المنافس وأيا كان إننا بقى بعد الفاصل ينفع أو 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 مرتين أو ثلاثة لا ده كثير ده كثير جدا والله عموما تابع بعين الفقر اللي جاني هتعرف بعين بس أسمع كلام ده عشان أعرف المعلومة الجميلة الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم